اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء المشرف العام على مشروع مصبار الأمل على آخر مستجدات عمليات تجهيز المصبار للانطلاق إلى الفضاء لاستكشاف المريخ من خلال اتصال مرئي أجراه مع فريق العمل المتواجد من قاعدة تاناكيشيما الفضائية في اليابان وأشهد سموه بجهود فريق عمل المصبار وبالكوادر الوطنية الشابة العاملة في المشروع بعدما أثبتوا بنجاحهم في إنجاز عمليات نقل المصبار من مركز محمد بن راشد الفضاء إلى قاعدة الانطلاق في اليابان أن الشعار دولة الإمارات لا شيء مستحيل يطبق قولا وفعلا وقال سموه رغم استثنائية الضرف والبعد عن الوطن تبقى عزيمة أبناء الإمارات صلبة وهدفهم واضح سنعانق المريخ في رحلة التاريخ وموعد الانطلاق يوليو المقبل أنا اللي شرف صراحة أفتخر بالفريق كامل خاصة في الظروف هذه الصعبة وصعوبة صيام رمضان وحتى الوباء كورونا أن نشوف شباب مستمرين في عملهم وهذا الدليل على نجاح الإمارات